في الجزء بعد ما تعلمنا المحادثات جايب لي جزء موجود و جزء نقص ما بين هودا و ما بين مونة هودا هتقولها إيه وكعب مونة استيقظي فمونة صحيت هتقول له وات نقص هودا لا ترك كلمة النقصة هي كلمة النقصة اللي هي وات نقص هودا يعني الساعة كام دلوقتي طيب وهودا إيتس سيفن سيفن ايه سيفن اوكلوك كيف تعلم إيتس تاين فور بريكفوست إيتس تاين فور بريكفوست مونة هتنزل تحت هودا واتس فور واتس فور يعني عندنا ايه عشان ناكله واتس فور بريكفوست دي كلمة ايه النقصة سيتردى على رائعة لتلاقي واتس فور واتس فور واتس بايد الكلمة الأخيرة يوم مثلooo يا طرق الكلمة النقصة ايه المشكلة عندك باللغة الانجليزية فممكن نقوله ايه الكلمة النقصة كواتس رونج يعني ايه المشكلة معك يعني ايه المشكلة عندك يبقى رماجة يروح هنا كده في كتاب يقول لي ايه كواتس رونج وذيو ايه المشكلة عندك ايه هيرد عليه الوقت يقول له ايه المشكلة انا مش لاقي الحاجة هنا هو بيقول لي انا احنا خدنا من شوية كلمة ايه فايند فايند قلنا يعني يجد يعني لا استطيع ان اجد ان اجد ايه قال لك ماي نقط اكيد الحاجة دي اللي هو مش لاقيها هندور عليها تحت مع بعض قال لك did you bring it with كذا yes it is برضو ما قالهاش هنا الحاجة اللي هو مطلوبة yes i did look it is اهو لقى كلمة ايه كاميرا يبقى الحاجة النقصة عنده كلمة ايه كاميرا كلمة ايه كاميرا هي للنقصة فهيقول له i can't find my a camera نكتب له بقى هنا my camera يبقى الكلمة النقصة هنا كانت كلمة ايه كاميرا نكتبها مع بعض ايه كده بترس ايه كده بترس ايه كده بترس ايه كاميرا كلمة استفهام زي ما انت شايف كده يبقى الكلمة النقصة هتبقى ايه did you bring it with is i did انت جبتها معاك معاك اللي هي كلمة ايه معاك انت تبقى كلمة you did عشان انت لو تتفرج على الفيديو تاني تبقى فهمها did you bring it هل انت جبتها او احضرتها معاك يبقى الكلمة النقصة هنا هنعمل كلمة you ايه كلمة ايه النقصة عشان انت ايه بتيجي تحلها مرة واثنين وثلاثة ايه لانا جاعة تاني يبقى الكلمة النقصة في دي كانت كلمة ايه you طيب قال له ا انا بالفعل ايه ايه جبتها معاك طيب b ليه اخر واحدة بقى تحت رقم اربعة look look يعني ايه انظر look بص انظر it's يقصد على ايه دلوقتي يقصد على الكاميرا it's يقصد على ايه الكاميرا وحضرت لي نقطة to your camera it's a to your camera طيب من شوية شرحنا كلمة بجوار وقلنا اسمها ايه كلمة بجوار قال لك كلمة بجوار اللي هي next to to معناها ايه بجوار صح؟ طب هو جاب لي كلمة to تبقى الكلمة النقصة كلمة ايه next to your camera هو في الحقيقة هنا وضح لي انه هو بيدور على حاجة تانية مش بيدور على الكاميرا لان في الاخر المحدثة قال لي لي بجوار الكاميرا بتاعتك ممكن تكون هنا اي حاجة تكتبها ليه انا مشلاقي to مثلا الانم بتاعي my pen I am I am I want to eat I am يعني انا اكون ونقط وعيز اكل الكلمة النقصة تبقى ايه قال لك كلمة hungry hungry يعني ايه جوعان اوجاء رقم اثنين بيقولوا نقط up طب انا اتعلمت النهاردة استيكوز يعني كلمة ايه wake up wake up اللي هي طبعا رقم بي استيكوز أو اسحى اسحى رانيا الساعة كان من الوقت سبعة طب ثلاثة what's not lunch طبعا خدنا كلمة four يعني ماذا تم اعداده لواقبة lunch lunch يعني lunch اللي على الغداء فطبعا كلمة صحيحة كلمة four هننزل لرقم four اربعة خدنا من شوية كلمة sun screen sun screen قلنا واقع الشمس is next 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 to next to your camera يعني ده بجوار كاميرا كاميرا بتاعتك فطبعا الكلمة الصحيحة كلمة two نقف طبعا الحتة دي وننخل حتة دي الوحدة الاول active vocabulary active vocabulary او الكلمات الخاصة بالوحدة اول كلمة who's who's يعني ملك من بتاعت مين الحاجة دي فبقولك نقرأ مع بعض who's 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 pen is it who's pen is it بتاع مين تمام طيب كلمة اللي جاي بعد كده كلمة glasses glasses اللي اننا تداره نقرأ مع بعض glasses 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 طيب اللي جايه كلمة رقم ثلاثة pin pin يعني ايه pin قالك السلة سلة القمامة اسمها ايه pin سلة بلاستيك دي pin pin نقرأ فوق تاني who's يعني ملك من who's who's نداره glasses 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 كلمة اللي بعد كده سلة القمامة pin pin طيب القمامة اسمها ايه liter liter نتكي فيها شوية liter liter يعني القمامة كلمة القمامة يعني ايه liter liter يعتقد او يفكر كلمة think 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 طب غرفة النوم اسمها bedroom 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 turn through top t ايه؟ توث باست توث باست توث باست طب الانبوبة اسمها ايه؟ تيوب تيوب نكتفي كده في الحتة دي ونروح للهتة جديدة طب احنا من شوية خدنا مع بعد تصريف الافعال ازاي بنحول الكلمة من مضارع لماضي قولنا اللي احنا الافعال المنتظمة من الفلاف الاخر حرفين اثنين نقولها اي دي عشان يبقى ماضي طب بالنسبة للافعال الغير منتظمة بنحفظها طب خلينا دلوقتي مع الافعال المنتظمة اسمها ايه باللغة الانجليزية او الافعال المنتظمة نشوف مع بعض كده المضارع والماضي كوك يطبخ كوك طب نشوف الماضي كوكد كوكد يعني طبخ لسن لسن الماضي بتاعها لسند لسند طيب يضحك لف 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 يعني يضحك لفد لفد كلمة تتسلق الناس تحب تتسلق جبال او شجرة مثلا اسمها ايه كلايمب 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 طيب تسلقه كلايمد 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 لاعبة لاعبة لنذهب طيب نستمر للجزء الثاني من الكلمات يغسل واش 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 طيب غسلة ووشد طيب ينظف كيلين 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 طب نظافها كيلين كيلين طيب يتصل يمسك التليفون و يذهب اسمها ايه كول كول طب يتصل كول 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 طب يغبز الناس تعمل العجين بعد ذلك تضعه في الفرن في الحالة دي كده اسمها ابن انجليزي بيك بيك طب خبزة بيكد بيكد طب الكلمة قبل الأخيرة يستخدم يستخدم يعني يوز 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 طيب اسقطة حدف يعني او رمح حاجة من فوق لتحت دروب 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 طب الماضي بتاعها دروب طيب هنقف عند الحتة دي دروب دروب طب 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 طب